بيأثر أكيد الغذاء بجسمنا تأثير كثير كبير حتى أنه في حكمة بتقول عالج نفسك بالغذاء فأكيد الغذاء الجيد والصحي بيمد الجسم بالطاقة والحيوية وأيضاً بيعزز جهاز المناعة لحتى يقاوم العدوى وأكيد بيساعد أيضاً على الشفاء العاجل من كل الأمراض وقديش نحن بحاجة لنقوم منعتنا اليوم يا رنا بضل جائحة كورونا والمتحورات الجديدة اللي عم تطلع دلتا واللمدة والله يجيرنا من الأبجدية اليونانية الباقية يلي رح يمر فيها هذا الفيروس على كل حال واجبنا نحصن أنفسنا قدر الإمكان ضمن فقرتنا اليوم مع الدكتورة ثواب الغبرة رح نتعرف مع بعض على الأغذية يلي منحمي أنفسنا من خلالها ومن أمراض عديدة قبل حدوثها أثناء الغذاء وما تنسوا 9-3-4-2 هو الرقم وصفر 11 قبله لحتى تتواصلوا معنا صباح خير دكتورة أهلا وسهلا فيكي معنا يعني دائما منذكر ومنقول أكيد الوقاية خير من قنطار علاج وأديش ممكن فعلا إحنا إذا أدراني نقي أنفسنا وحتى ولو عن طريق الغذاء أديش وهذا الشي مهم إذا خلينا نقول في استعداد وراثة عن بعض المرضى في أمراض كتير نعرف أكيد وراثة إلى بيكون دور بهذا الموضوع وخيرنا نبدأ بمرض ضغط الدم اللي هو بيكون من الأمراض المزمنة والشائعة حتى عند الكبار بالسن كيف ممكن نتجنب حدوث هذا المرض عن طريق الغذاء صح بالفعل نحنا في كل الحلقات نحنا نحاول أن نرى المرض وسببه وهيه نوصل وقت نعطي الحل للمشاهد ما بيداركنا بيداركنا الوقت هلأ على كل أحوال هلأ مرض الضغط حاول أي إنسان لأ حاله طلع راجع طبيبه قال له بدك تاخد هلأ تبلش به دمض أخط هلأ بالإزن من كل الأطباء أكيد الأطباء ما حيدا يؤمنين بهالجملة إذا نحنا مو هالضغط المرتفع وهالقصصي قبل ما نفوت بعالم إدوية الضغط إذا بقدر لحق حالي أول شيء يعملو ينقص من وزنه بين 3 إلى 5 كيلو جرام وهدوى المقدورين عليهم لأنه بدك تفوت هلأ على عالم إدوية الضغط حتلاقي حالك بعد سنتين عم تتغير لك دوى الضغط على بعد سنتين عم يتغير دوى الضغط دوى الضغط بيوصف دوى الضغط ثاني بعده طبعا نحنا مو عم نهاجم إدوية الضغط إطلاقا لا لكن نحنا عم نفوت بهالمتاهات هاي كلياتها نحنا ما عم نقول نحنا ضد دوى الضغط قبل ما تفوت على دوى الضغط أول شيء عالج حالك بمكملين غزائيا وهلا حأحكي عن أكلتين كتير مهمين لمريض الضغط أول شيء فوت على عالم مكملات المغنيزيوم وفيتامين إي وشيك عفيتامين دال ووزنك هعيد المغنيزيوم وفيتامين إي فيتامين إي يعمل لك مرونة يعيد مرونة وعاءك الدموي والنقطة الثانية المغنيزيوم المغنيزيوم رائع جدا لمريض الضغط أنا بتفاجأ أساسا من مرضى الضغط يجب يفردوا الإدوية تبعون دور على مكمل غزائي في مغنيزيوم مبلائي مكمل غزائي في فيتامين إي مبلائي لك هو رائع جدا حتى ممكن يحمي ككرة من دوى ضغط فيما بعد بالغذاء وين نشوفهم؟ بالغذاء بالتمر النقطة الثانية بالغذاء هحط شيء كمان لفيتامين سي هو الكركدي يعني كثير مهم لواحد فات بدا يفوت على على أو يعمل وقايا لحاله مشروب الكركدي البارد هذا كثير رائع مضاداته الأكسادة عالية فيتامين سي نسبته عالية حتى بهاي الفترات رائع بيحميك من فوت الدوى ضغط هلا ما بدي فوت بالأمور العلمية المغنيزيوم مهم جدا للحل تبع مريض الضغط والنقطة الثانية شيء بيهمني أمره كمان يشيك على فيتامين دارش رجعنا نقوله فيتامين إي بيرجع بيعمل مرونة بشرايينك بشاكل الضغط شوف مشكلته فيما بعض الجلطات والتنطيف الوعاء الدموي هذا الخربان بيت على الضغط الجلطات الدماغية بنين الوعاء انفجأ مدما أنت مشكلة الإدوية الضغط معظمة حاصيرات كالسيوم يعني بتساوي جدار وعاء الدموي اسمنتي لعت يتجاوب مع ضغط عالي ولعت يتجاوب مع ضغط واطي المغنيزيوم يعني مادة منظمة جدا رائعة لشيء اسمه مرونة الشرين وفايتامين إي ونفس الشيء برجع بقول ما بدي فوت بالقاليات العلمية وهي مفتاح مريض مرضى الضغط بالنسبة لنا هذا المرض الضغط المنخفض كتير مهم ما يكون عندك يا أنا بلاقي مشاكل الضغط المرتفع أصعب من مشغلهم إنه نقص التروية أحيانا بأي عضو يشتفقده ووصوله يعني مثلا تلاقي الدوخة الأمور هاي كلياتا الدورة الدموية بتتنشط بفرقتين بسيطات بالرجل أو بمنطقة بطن القدم الشغلات تبع اللي بيهني أمرو يشيك مريض خفض الضغط الدم على مخزون الحديث تبعو الفيريتي أوكي كتير بيعانو هالأيام العالم خاصة نسبة كبيرة من الشباب ما كانوا يعانو منا الشقيقة وصداع النصفي وصداع التوتري وراسي عمي وجعني وأنا بيتكرر مثلا كل يومين ثلاثة إلي حبتين سيتامول ضروري جدا وكمان هذا المرض سلسلة وراسلسلة ما بتعود تستجيب على المساكينات درجة نوع أول مساكينات درجة نوع دال لأنه العتبة بتعلك المالة طيب غذائيا كيف بدي أخر نوبات الشقيقة وعالج الصداع طيب نبات اسمه المرتاقوش المرتاقوش بروح بنظم الغدة الصنوبرية مسؤولة عن تنظيم كمان الغدة النخامية والأمور هاي الشقيقة بالذات كتير بتتغير مستوياتها حسب التغيرات الهرمونية وخاصة النساء هاي الأمر بدنا نراعي لذلك نبات المرتاقوش كتير مهم لمريض الشقيقة المرتاقوش هو لازم يكون نبات يومي بيشتاخد بشاي وصصهاي فيه تجنوبات نوعا ما برجع بقول الحميات الامتناع أول شي بتبدي تبدي كتير مفعولة بعدين ما بتعود بتلاقي فرق منعت ولا ما منعت من كتب ما نوصل عتبة ألم أشد فنبات المرتاقوش كتير مهم لمريض الشقيقة يتجنب الخبز والأجربان ليلا لأنه هي بتحبك هجمة الشقيقة الأنسة تبلش تحصن حالة بنسبة مرتاقوش عالي قبل فترة الإباضة وقبل فترة الدورة الشهرية هون تكتر نوبات الصباق هون بتكون عندك ياه والسوائل بيهمنا كتير ومأكولات البوتاسيوم بتخفف عندي ياه شو البوتاسيوم عندنا ياه هلا إذا ما في موز بالبلد وهالأمور هاي كلياتا نحن منقول الشغلات اللي فيها الباق دونس الباق دونس عندك يا عصائر الباق دونس العصائر الخضراء نحن ما متأبدنا بلادنا أكتر شي متأبل الباق دونس فرمو كتير على الناعين بساوي عندي بوتاسيوم جدا عالي جسمي خلاص صحن تبولي هو الحال والمغنيزيوم كمان بيخفف التشنج عندي ياه بمنطقة الصدغين تدليك الرأبة كتير رائعة لهالأصاص هاي كلياتا بالنسبة لأنا يعني قديش فعلا نحن عن طريق أغذية معينة أو هيك بحيال صغيرة شي بسيط عانجة ممكن كتير ينوفر على حالي يعني بس حتى ما نمشي عن الموضوع كنا نحكي كنا عمرها عمرضة الضغط حكينا على المكملات ولكن ما حكينا كثير على الأغذية اللي ممكن ياخدوها مرضى الضغط شو أبرز الأغذية اللي ممكن يدخلوها أيضا بنظاما السماكيات بكل أنواع مريض الضغط كتير بيستفيد منها يعني أكلات السمك لنا أكلات البحرية كلها بيستفيد منها تشيك على فيتامين دار كلها كمان أكلات السمك بتفيد عندي أنا رجعت مشروب الكركادية كتير بيهمني أمره التوم رائع جدا أنه غني غير أنه هو غني بمواد رائع على خفض الضغط والأمور هاي بيعمل عندك ياه عملية شي اسمه ضبط مثل ما عملت مضخة أمان لمريض الضغط الفكرة اللي بدي قول عنا أنه الملح الملح أنه أنا أمنعه نيهائيا غلط عن مريض الضغط الملح عندي يقلل بنسبة ملحي مثلا أنا باخد تقريبا معدل معلقة ونص شاي بيومية عم بدي أدل للمعلقة بالتدرج وإلا بيفقد الدماغ تركيزه بيفقد مزاجه فبيصير عندي يات توثر أعلى الأمور هاي كليات بتلاقي فرقة معه مادة التمر رائعة لأنا غني بي مادة اسم المغنيزيوم الشوكولات المرة كتير رائعة بهالقصة هاي فهذا مريض الضغط بالنسبة لي كتير يأخذ عندي مغزونة عالية من هالأمور هاي الزيتون بي تقليلي الزيتون كله ملح يعني أنا هادش لون منحاول ناقضه بمون المكلس عندي كل شيء فيه مرار بيفيد مريض الضغط فبتلاقي حالك فتحة المصارف تبعه أول ما يتنفخ الإنسان ويحس عنده يا أشغلتين يحارب هالتنفيغ السوائل المحتجزة بالمغنيزيوم وبالبوتاسيوم هون استفاد من كل الأمور هاي كله طيب كمان داء العصر ما بعرف ليش أنا بستغرب إنه الكلم مكتئب غريب يعني الكلم مكتئب الكل ما له خلق الكل داون الكل محبط نفسيته مال منيحة وعنجد هلأ كبه المزح شوي في ناس بيكون متوافر لهم كتير قصص بحياتهم بس بحس حاله في شي زاعجه الغذاء شون بلعب دور بالحال النفسية فيه أغذية فعلا بتعطينا سعادة طبعا يعني هذا معروف هذا الحكي السيروتونين والقصص هاي هلا مو شاي أحكي شوكولات وكل وشايق عفيتاميديا وكاكاو وهالقصص هاي أول ما يصير عندك يا أول ما يفرض الدكتور دواء اكتئاب أي نوع معين هلا أنا برجع بعيد جملة مهمة أنا مو عم أقول للعالم تزد أدويته وتتيسر فقط التوازن بين الغذاء ودواها إيه أنا مع التوازن الغذاء والدواها لأنه دواي ماشي معي لاشي مثلا فترة معينة غذائي ماشي معي لآخر يوم بالحياتي والدوا اللي ما بيجيب شفاء لبعد فترة معينة كبه لأنه هيجيب لك دوا فوقه يعني هذا اللي بده ينتبه الواحد عليه حتى قالوا أهل أول كانوا يقولوا جملة حلوة أول حبة شفاء العلبة الثانية بلا يعني هلا القصة اللي بيهمني أمره الدوا الله خالقه لا أني أنا حصلح شغلة إذا عم يخليني بعد فترة أني أنا أدمن عليه هذا مشكلة تماماً وهذا اللي نحنا جاي نحكي أنه نحنا جايبين المفاتيح البسيطة قبل ما تفوت بعالم الإدوية لأنه صناعة رب العالمية غير صناعة البني آدمي نرجع للإكتئاب الفكرة القصة الإكتئاب منين جاي بيجي من شغلتي استعداد فيها ناس عندها استعداد فيه ناس عندها سبحان الله فيه ناس عندها بنيا عظمية قوية وفيه ناس عندها بنيا عظمية هالشيء وفيه ناس عندها بنيا نفسية ضعيفة وفيه ناس بلاقيا مارع على راسها كتير وما شاء الله بتجي بتاخذ العنفوان مننا يعني مارع على راسها هيك هذا الإنسان صحيح نفسياً هذا عندك حتى استعداد وراسي للصحة النفسية والهشاشة النفسية بالعيلة فيه أمراض توحد بالعيلة فيه أمراض اكتئاب بهذه القصص هاي أول شيء بده يعزز حاله الإنسان بشيء اسمه بالإدوية الاكتئاب والقصص هاي إذا كان عم ياخد إدوية اكتئاب يخلص الجسم من حاله من الماء والليمون هاي لازم ديتوكس عنده عطول مشغالة على كبده إذا بده يفوت على دول اكتئاب ورايح عنده شغلتين كمان كتير من منها اللي بتقليلي يضغط نفس العلاج تبع لهي أهم شيء عندي الأكل اللي فيه المغنيزيوم بحسن المشابك العصبية إذا فايت على دواء اكتئاب روح على زيت جوز الهند قبل ما تفوت على دواء اكتئابك الأعصاب إلها تغليف وفيه للمشابك فيه ناس عندها مشاكل بنواقل العصبية بترابط المعلومات بتجي أفكار هلوة وهي مو صايرة قدامها هاي وقت بتجي هاي ناس عندها مشاكل بالنواقل ناس عندها مشاكل عندها اكتئاب بشيء اسمه من كتر الآلام من كتر الجو بلش بتصيب تلاقي تنميلات وخدرانات والقصص هاي وبتلاقي حالة عندها مشاكل أخرى فيه عندي كما مشاكل خلل اسمه ذوبان المادة الميلاين بالعصب وهي أحيانا أمراض عضوية بتسبب هالشيء يعني بتلاقي مثلا مريض فقرات مريض ديسك مريض هيك تناول مسكينات دابت المادة البيضاء عنده فبيصير عنده حتى بالنفسية يعني ردة فعل عنيفة أو هالقصص هايك اليادة فنحنا عنا إذا فيه إدوية اكتئاب بده يفوت لها البنية هذا يعالج حاله أول شي فيها بزيت جوز الهندد نحنا مكملات المغنيزيوم اللي حكينا عليها لمرضى الضغط المغنيزيوم شغلة رهيبة للجسم وفيتامين دال كمان شغلة رهيبة للجسم الشيء الثاني الحركة بركة أي إنسان عندك يا ساكن بيركبوا مرضه ويركبوا أمراضه النفسية يجب يعمل أي حركة معينة نشاطات معينة أنا بقول حتى تغيير شكل ديكوري الأوضة بفك الاكتئاب نبس بيجامة جديدة بفك الاكتئاب شرشف المرض بجيب مرض أنا بس بدي هون مداخلة صغيرة قبل ما ناخذ اتصال تخيلوا حدا قاعد بالعتمة وما عم يتحرك ولا بيقدر يروح مشوار لأنه مكلف ولا بيقدر يقعد بمطعم وكل أربع ساعات لتجي الكهرباء ساعتين مثلاً فالطبيعي يجب يكتئب بينما إذا سمع بعض النصائح لحتى يعزز نفسه بنفسه لأنه ما حدا رح يساعده ممكن ما كلمة عم تتفضل يا دكتوري يحل كثير من المشاكل والله أطلب المعاونة من الله هلأ المشكلة حتى فكرة هاي الفكرة رغم أني أنا ما علي أخصائي نفسية أطلب معاونتك من الله ما تطلبها من أقرب حدا ناس إليك لأنه هاي الفكرة أنت موصول فيه ما لك موصول بلي حدا تاني فأنا بقول إنه الحركة بركة طلع عندك رض الأرض اللا واسعة حتى لو المتمكن لقلك ساحة بيتها الحركة بتغير لك شيء الجوز اللي هندي ممكن يلتقى وقت بدك تلاقي شغلة بتلاقيها يعني رب العالمين ممكن يبعط لك جنوده بأقلة شيء ممكن يتوفر واحد يثقف يحرك مخه حتى يعني الحركة مو تجي فقط على الرياضة والحركة والأمور هاي أول إنسان حتى بقوله إنه مرضى المفاصل ويقول لكم الدكاثرة ارتاحوا مو يعني يرتاحوا عدو لك حرك وانت على الكنبة حركوا بيكلس مفصلة حاولت هلا أنا فورا بدي قرر إني صلي على القاعد طب قبل ما أنا ما عم بقول لك إنك معاصر كنتك شوي شوي حاول حركها لا تتنازل عن هاي الفكرة فكرة السجود كتير بتزود الأكسجة لدماغك يعني شوي شوي تكون لين بنزلتك ما تتنازل عن فكرة إنه أنا هلا بدي صلي على القاعد صلاتك على القاعد رسالة رسالة إليك إنك بلشت تهرم ما بيصير تتلعيهم شباب وأنا جايني وجع ضهرة هذا ما بيصير أنت هرمت نفصلك قبل أوانه ما مساعد نفسك إنت دكت قاوم بدك تتجرب تحرك كحالك هناخد ابتصال صباح خير محمود صباح خير أهلا وسهلا بيك محمود شو سؤالك الدكتورة طفدات؟ يال لديه ارتفاع وزدط العين لمحاول محمود 32 سنة وعنده دائماً ارتفاع ضغط بالعين هذا أول شي روح على شيء اسمه المواد اللي فيها التوت التوت في مضابطات أكسادي بتأويله الأوعية الشعرية بالشبكية والأمور هاي كلياتا بالفعل ضغط العين كثير غير ضغط الجسم يعني هلا نحن منقول ممكن يكون عند إياها أحياناً إنسان هالشي أوعيته الدموية بالهاي تتفجر أواماً وعن جد تتسبب له مشاكل رؤية وهي العين شغلة سمينة جداً هلا أول شي أنا بنصحه مكملات التوت العلي أو التوت البري ما عبي يعرفها هلا فيه بهالفترة هلا قلبي نزل التوت الشامي هذول مضابطات أكسادي رهيبة جداً لمحافظة على نوعية ضغط العين تبعه فيتامين إيمتل ما حكينا فيتامين إيمتل كثير مهم له لضغط العين فكثير بيحاول إنه عندك حتى مكملات فيتامين دال وكمان اللي بهمي أمره المأكولات الخضراء يعني هلا بيقول لك الجزر غير الجزر والصباغيات المأكولات كل اللي لونه أحمر الكركدي بالنسبة له مفيد الفراولة مفيدة توت العلاق مفيد هذا بيحافظ له على ضغط العين سليم فيتامين إيم يحاولي للشرب عندي إياها قبل الوجبة فنجان ماء مع ليمون وبعد الفوجبة فنجان ماء مع ليمون يخفض ضغط العين بشكل كثير رهيب آخر اتصال جاهز معنا مرحبا سما سمر صباح الخير يا سمر أهلا وسهلا فيك سؤالك تفضلي أمي بيصير معها بيكون قاعدة إذا بتتفضح شوي بتنفخوا عيونها وإيديها وبصيروا إيديها بنملو وحتى لا لأسف بتعاني من أمراض معينة الوالدة الله يحميها هلا هي ما في هلا هيا ، أكتبو حقيت عند ضغط؟ عند ضغط معاها أحيانا ضغط أي أصبح طيب مفيد حسنا حتى إذا كان يوجد ضغط حتماً في نوع من أنواع أدوية الضغط فيها مدرات فستجد أن مريض الضغط هو أكثر إنسان أتعرض للتنفيذ فجأة، وللتنفيذ فجأة بالنسوج كثير مهم بعض العزز مع ضغط وكملات المغنيزيوم قبل النوم تماماً ما بيشرب مريض ضغط مريض غدة الماء فردجة يعني أكبر غلط للمريض يجوا لأنه ما بيعود بتصرف الكلاوي تبعه فوراً يعني فبيصير التحبس عالي المريض الغدة ومريض الضغط لازم يشرب مو ما يشرب ينتبهوا عليه لازم يكون عنده فنجان صغير مثل فنجان الشاي كل شوي شوي يرتشف الماء دخول الماء مثلاً بعد وش بيت غدا عنده لمريض الضغط ما بتطلع معه لثلاثة أيام فلذلك بيصير لأنه هو بتعرض لأشي اسمه كيميكا يعني الميديسين تبعه بتصير تصريفه عند إياها ويتيجي على حسب المدر إمتا إجا وما إجا فهون بقى بيصير تنفيخاتك أول ما يصير التنفيخات بالرجلين وحسيتوا عليها ولسه معه ما يصرف دواها الضغط الكمادات التلج كتير رائعة للمناطق السفلية حتى الكمادات الباردة للعين بتروح تنفيخات العين خاصة زهير من الباب ونيش هلأ باب ونيش بتحط على المكعب البوس وبيصير عندها مكعب يتدلك عندها كل تنفيخات العين بتروح الكمادات الباردة للرجلين بتنشط الأوعية الدموية ومدى ما صار في سرعة تحرك ويعاء دموي بالنسوج كتير بتروح التنفيخات البرج عبايد المغنيزيوم ليلا بيسحب المي من النسوج للأمعاء الدقيقة حتى مكملات المغنيزيوم بتلاقيها ليانات فبتسحب لك يا من النسيج اللي معبي بالعضل ولهالقصص هي وتكبه مع فضلات جهاز الهضمي فبتلاقي كتير مهم لألاك كمان بتعطيه لوالد تحبيت مغنيزيوم قبل الموم يعني كتير أكدنا على هذا الموضوع نتشكر كتير دكتورة داما للحديث معك كالوقت وبيمرأ كتير بسعارة خطرون مشاهدين استفادوا من خطرنا اليوم شكرا لكيلا وجودك دخول يا ألوصال